ولكن إزاي بقى محمد وصل للفيفا ويبقى معلق بكاس العالم دي الحكاية اللي هنعرفها منه هو شخصيا هيكون معانا عبر زوم الأستاذ محمد ربيع وأستاذ محمد ده تحياتي ليك تحياتي مساء الخير أهلا بيك معانا على شاشة أكسترا نيوز يعني طبعا كلنا فخورين باختيار حضرتك أنك تكون معلق في هذه البطولة الهمة واللي زي ما عرفنا برضو أن هي جاد بالصدفة احكينا عن هذه الصدفة مساء الخير أولا أنا سعيد جدا بالمشاركة معك في البرنامج المتميز بالنسبة طبعا لسؤال حضرتك بخصوص المشاركة والله يعني كانت بمحد الصدفة كان جامعة عمد بن خليفة في دولة قطر وكانت الجامعة وقتها طلبت بعض المعلقين الصوتيين للتعريق والوصفة السمع الصوتي للمكفوفين وضعاف النظر طبعا الخدمة دي مقدمة بالتعاون مع الفيفا ومقدمة في كأس العالم اللي فات في روسيا واللي قابله في برازيل 2014 لكنها كانت باللغة الإنجليزية بس طبعا لأنه تم اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في دولة قطأ في كأس العالم طلبوا بعض المعلقين العرب للتعليق على مكفوفين وضعاف النظر كما تم الإعلان طبعا عن بعض الشروط وقدمت في المسابقة والحمد لله جانب التوفيق كان معنا يعني أخذنا زي كورس كده مع الشركة اسمها كافي وبعض الشركات الأجنبية اللي بيشتغلوا في الدولة الإنجليزية ومتميزين مع الفيفا في البطلات السابقة وتم الحمد لله اختيارنا بين مجموعة كبيرة من الشباب اللي كانوا متقدمين كنا حوالي 18 شاب والحمد لله يعني أدينا خدمة التعليق للمكفوفين على أكمل ما يكون نعم يعني أستاذ محمد يعني أنت من الناس اللي علقت على تقريبا بنكلم في عشر مباريات من مجموعة المباريات كلها وكان من أهماء كمان المباريات المركز الثالث والرابع في هذه البطولة يعني حابين نشوف كده على هوا حالتك دينا مقطع صوتي إزاي بيتم الترجمة للمكفوفين فكرة أن أنا ترجم حدث رياضي للمكفوفين بالتم إزاي طيب طيب أولا أنا يعني بس في فرق بسيط بين التعليق الرياضي العادي والتعليق الرياضي للمكفوفين طبعا تعليق الرياضي العادي الجمهور بيشاهد المباراة وبيقدر يطلع على تفاصيلها لكن في التعليق الصوتي للمكفوفين وضعف النظر طبعا أنت بنبدأ تعليق للأشخاص اللي هم يعني لا يروا الصورة فإنت عينهم على اللي بيحصل في الملعب وإنت عينهم للوصف الصوتي لللي بيحصل فمثلا دو هنفترض أن في مباراة بتتلاعب بين المنتخب البرازيلي مثلا والمنتخب الأرجنتيني فإحنا لما بنبدأ يعني بنبدأ بالزي يعني لو حافظك تحبين أن أنا أقدم الفترة ما ليش أشكلها نعتبر هنا خلينا نتخيل حتى أن في الواجهة النهائية بين قطر مثلا أو ما بين المنتخب المغربي والنهائي يعني نشوف كده الأرجنتين مثلا تمام طيب بسم الله الرحمن الرحيم سيداتي أنساتي ساداتي أسعد الله مساءكم بكل خير أحييكم أنا محمد ربيع من أستاذ الثمامة بمدينة الدوحة بدولة قطر ويسعدني أن أكون بصحباتكم الليلة للتعليق والوصف السمعي الصوتي للقاء القمة النري المرتخبة بين المنتخب المغربي ونظير الفرنسي في إطار منافسات كأس العالم دور النصف النهائي في هذه البطولة طبعا المنتخب المغربي بيرتدي الليلة الزي الأحمر التيشرت الأحمر والشرط الأخضر والجوارب الخضراء في حين المنتخب الفرنسي بيرتدي الزي التقليدي الأزرق التيشرت الأزرق والشرط الأزرق وأيضا الجوارب الزرقاء في حين حكام هذا اللقاء بخيادة الحاكم موريسو روتي الحاكم الإيطالي بيرتدي الليلة التيشرت الأصفر والشرط الأسود والجوارب السوداء ملعب الليلة ملعب الثمامة يتسع لأكثر من 40 ألف مشجع نحن نعتلي المقصورة الرئيسية من الملعب وعليمنا المدرج الجنوبي وعلى يصبنا المدرج الشمالي يرجى من سياداتكم استخدام تذكرتك لمعرفة مكانك تحديدا وسؤال المنصقين حول في ملعب المباراة لمعرفة مكانك وهذا سيساعدك تحديدا لمتابعة الكرة بشكل أوضح طبعا نتكلم مثلا المباراة بدأت والكرة ضربت مرمى لصالح المنتخب المغربي في منطقة جزائهم ياسين بونو يلعبها على يمينه على بعد 12 يارضا من خط منطقة جزائهم نحيط اليمين بجوار خط التماس تحط البيانية أمامية على دير الخط المنتصب يرجع للخلف من أول الكرة نحيط الشمال على بعد حوالي 18 يارضا من نص الملعب تمام أستاذ محمد أنا هسألك سؤال الفرق ما بين أن أنا أكني بس مع التعليق في محطة راديو رياضية هل بيبقى فيه نوع من الوصف الزائد عن الراديو ولا هو تقريبا واحد يعني يعتبر واحد لكن هو برضو بيكون فيه تفصيل أكتر شوية طبعا حجم المعلومات بتكون أقل بشكل أو باخر بيكون معلومات أقل بكتير من التلفزيون لكن مع الراديو أعتقد أنها بتكون نفس الفكرة شوية تفاصيل أكتر إن كان استاد على العمر ذلك طب هل كان فيه حادث معين موقف معين تم خلال فترة التعليق على هذه المباريات للمكفوفين والله يعني هو بصراحة التنظيم أصلا كأس العالم كان متميز جدا وكانت الموضوع سالس بس بصراحة أكتر حاجة أساعدتنا يعني في الفترة بتاعة كأس العالم والمباريات وتعليقنا عليها إن في الجمعية القطرية للمكفوفين هناك جاءت لنا كتير ردود أفعال متميزة من الناس ويعني أنا شخصيا كنت سعيد جدا بالمشاركة في الشيء ده ومساعدة ناس يعني لأن أنت عارف حبرتك المكفوفين الخدمة أصلا مخصصة للمكفوفين اللي داخلين للمباراة تمام وأيضا من الخارج الملعب يقدر يسمعه لكن يعني عرفت خالي حد مكفوف بيجي الملعب دايما بيستحب معه ابنه صديق أو غيره لحنه يحاول يشرح له الكرة في تفاصيل المباراة بشكل عام لكن إحنا الحمد لله يعني ربنا وفقنا لنا أقدمنا الخدمة بشكل جيد وأنا شخصيا جاتني أردود أفعال ممتازة الحمد لله طب هل خدمة التعليق دي كانت متاحة بشكل عام وعلى القناة بشكل عام يعني كانت مرافقة لي في قناة معينة بيتوجه لي المكفوفين عشان يقدروا يسمعوا أولا على تطبيق معين كان لازم بيحملوا عشان يتواصلوا على تطبيق اسمه FIFA Interperting ده التطبيق الترجمة الفورية التابعة للفيفا بتنزله وكل ملعب من ملعب المباريات ليه كوت بتدخل الكوت بتاع الملعب وتستمع أصلا فيه باللغة العربية وفيه بالانجليزي هل ده معنى أنت هيتم أو تم اعتماد اللغة العربية من اللغات اللي هتكون موجودة دايما رسميا رسميا تم اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في الفيفا ويعني أعتقد ده طبعا بالإضافة اللي حصل اللي عملنا في كأس العالم أعتقد ده مميزاته كتير في المستقبل في موضوع الترجمة وموضوع المرسلات وغيره وغيره وأيضا إن شاء الله أتمنى يعني الفكرة تطبق في الجن كأس العالم بتاعة المغرب المقبلة كأس العالم للأندية بس لحد الوقت مش مطبقة لكن أتمنى في السنوات الجاية إن شاء الله تبدأ تطبق إن شاء الله بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد ربيع كنت معنا عبر شاشة أكسرا ترجمة نانسي قنقر